السلام عليكم كي بقيتم زيان تمني لقاكم هاد الفيديو على خير ابي خير كاملين يا ربي فيديو جديد ووصفة جديدة نتمنتنا الاعجاب ديالكم وصفة مغربية مئة بالمئة كسكسول مغربي بامتياز بعد الاخوات طلبوا مني السميدة مكتنجحش معاهم اليوم ادينا نقدمها معاهم بواحد طريقة لي كتوجد غياد غيام وكتاخش منا واحد المجهود كبير او واحد الوقت طويل في المطبخ ديالنا بسم الله على بركة الله هدي نحتاج واحد الكمية ديال لحم واللحم تسبقى حسب افراد العائلة عندي جديد الحبات ديال البصلة حبة هدي نستعملها مع الحم والحمص والحبات تانية هدي نستعملها في تنجرات ديال التفوال هدي نفور فيها الخضراء كيف ما واضح في الفيديو عندي واحد الكمية ديال الحمص اللي فازق بالماء والملح الليلة كاملة بعد الاخوات طلبوا مني هدا سميدة ما كتنجحش معاهم نتمنى يتبعوا الفيديو والخطوات وتنجح معاهم ان شاء الله معي لقا ديال اللي فزار معي لقا اونس ديال الكوركم معي لقا صغيرة ديال سكنجبير او الزنجابيل وكيف ما كتعافو كسكسو كيبغي التوابيل كيبغي كله الاصفان كتره من الكوركم نص كاس ديال زيت زيتون اللي كيعطي واحد المعدة قزوين للكسكسو كنصحكم تنصبو بزيت زيتون ولي ما عنداش تعوضها بزيت المائدة مشي مشكل كنصدو على التنجرة ونخليوها تتقل لواحد الساديال الدقايق على من نصبو الخضرات ديالي في التنجرة ديال تفوار عندي واحد البصلة ونسكس ديال زيت زيتون والتوابي اللي استعملت في اللحمة ديال نستعملهم في الخضرات معلقة ديال الكوركم ومعلقة ديال ليبزار او الفلفو الاسود ومعلقة ديال سكين جبير هاد المعلقة الصغيرة مش الكبيرة وعندي الخضرات اللي سبق لي وغسلت ونقيتها كاملة بطبيعة الحال عندي المكور او الملفوف اللفت اللي تهي منقية ومقطعة على جوج الجزار او خزو الكل كنصبو كاملين في التنجرة ديال تفوار باش كنفوروها تسميدة وكتجينة لديدة ما كنفوروها شغير بالماء بعد الاخوات كيفورو سميدة او كسكسو غير بالماء والخضرات كتطيبوها بوحدها اللي كان نصحكم بطيبو سميدة تفواروها على الخضرات واحد المعلقة ديال الملحة والملحة كتبقى حسب الدوق وكنروي وبالما يكون طايب بزاف باش ما كياخدناش واحد الوقت طويل بزاف عد كت تغلع تنجرة كنندوزو التنجرة الليولة اللي نصبت فيها الحم والحمص كنلقاوها تقلات كنولي ونحركوها واحد شوية باش ما كيالسقشها دك الحم والحمص كنرويوها حتى هي بالما يكون طايب دائما كنصحكم تبقاو ترويو او تسقيو التنجرة ديالكم بالما يكون طايب باش ما كت تاخدش واحد الوقت بزاف عدتين طيب نتنجرة كنصدو عليها كنزيد واحد شوية ديال الملحة انا نسيت الملحة في اللول زيت الملحة واحد نصب علقة ديال السمن البلدي اللي كيعقي واحد الماضاق رائع بزاف لهاد سكسو هذا كنصد عليها ونخليها الطيب كندوز المرحلة ثالثة ديال السميدة او سكسو انا استعملت هنا السميدة الغليدة اللي كتبع بجميع المحلات السميدة الغليدة كنزيد عليها واحد نسكة ديال الزيت الزيتون وكنخلطها جيدا حتى ستلبس هدك السميدة بالزيت مزيان كنحركوها جيدا ضروري هاد المرحلة باش كتسميدة ما كتلسقناش كننحركوها مزيان كنجيبو الكسكاس اللي هادي نفورو في هاد السميدة وكننصبوها كنردوها الطيب على الخضراء اللي طيبت في اللول حتى زي طلع فيها البخار ديال هاد الخضراء هادي كتطلع فيها البخار وتعاود واحد السادي دقيقك كتكون تبخرت انها تسميدة كيف ما كتشوفو في الفيديو وارا طالع فيها البخار ديال الخضراء كنزولوها على الخضراء وكنحطوها على واحد السحن باش ما كتتاخدناش واحد الوقت طويل كننسقيوها في الكسكاس مكننزولوهاش منه نهائيا كنصقيوها باحد الكاس ديال الماء صغير وكنحركوها جيدا جيدا نبو حد المعلقة ديال الخشب وكننا نفسخوها باش ما تبقىوش هذك الكركابات او الكوتل ديال سميدة والماء مني كردوها تفور لما حلينها مزيان كتجينها معجنة تنكملوا هذك الكاس ديال الماء وحنا تنحركو جيدا حتى تتفسخ وتترجع مزيانة لحد الشكل هادا انتو ما تتحركو من الاسفل الاعلى تمسخوها الكوتلات ديال السكسو او السميدة كرجعو تفور مره التانية واحد سبعه ديال ثمانية ديال دقايق سيطلع فيها البخار او تنزولوها من فوق النجرة ديال الخضره ونحطوها فوق الصحن ونسقيوها المره التانية بلما سخون باش ما كتتاخدش معنا وحد الوقت بزا فعا تكطي كنسقيوها بحد الكاس ديال ما سخون وتنحركوها جيدا وكننحلو هذك الكوتل ديال الماء والسميدة حتى سترجع لها تشكل هادا كرجعوها مره تاليسة فوق النجرة ديال الخضره حتى يطلع فيها البخار جيدا مزيان كتتبخر كنسقيوها مره تاليسة بالماء سخون مره اللوله اللي كنسقيوها بالماء بارد ينسكاس او كاس صغير ومره التالتة كنسقيوها مزيان متخافوش ما كتلسق موالو هذك الزيت اللي كنا نديرو لها في اللول كتخليها ما كتلسقش انا كنفرقها على جوج هاد الكيلو ديال السميدة سبارك الله كيزكا وكيعطيني واحد الكمية كبيرة انا فرقته على جوج زيت لواحد المعلقة اونس او جمعي لقعت صغير ديال الملحة وحركتها جيدا حتى زي اذيك الملحة كتتشرب هادا كسكسو كنغطيها نخليها واحد لسا دقائق سبعات دقائق كندوز لتنجرة ديال الخضره كنزيد واحد جيحبات ديال المطيش اللي محكوكين بالحكاكة الرقيقة والخضره اللي نزيد في الاخير عندي ربيطة ديال ربيع او قصبر المعدنوس والقرعة الحمرة والبطاطا 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 كتبقى اختيار اختياري عفوان اللي بغي يضيفها يضيفها وليما بغاش بلاش كيف ما كتعرفوا الوليدات كيبغوا البطاطا كنزيد واحد جديال الفلفل حارة او السودانية اللي كتعطيه واحد لماده قزوين هادا كسكسو كيف ما كتلاحضوا معايا ذاك السميدات شربت سبارك الله وديردها فوق الخضره الاخر مرة طابة طابة ديالي او تنجرة طابة هديك اللحيمة وهدك الحمص وتقلاتك المرقاجة بسم الله ما شاء الله جات غزالة كنزيد عليها خمسة ديال فصوص ديال التومة اللي كيعطيه واحد لمادهك الطابق ديالي يزوين بزب كتبقى اختياري اللي بغي يستعمله يستعمله وليما بغاش بلاش والقرعة او الكورجيت اللي ضغية كتب كنخليه واحد الخمسة ديال الدقائق تسة ديال الدقائق من بعد ما كتب هاد القرعة هادي كندوز السكسو اللي كيكون اخر مرة تفور باش هدي نقدموه كنزيد واحد المعلقة ديال الزيت زيتون باش كيعطينا واحد تنسي ما في الاخير وتنحركه جيدا وكنخليه جانبا وكنندوز التنجرة اللي طاب فيها الحمص والحم كن هديك المرقة دياله كنزيدها على المرقة ديال الخضراء باش كتنسمنا هديك الخضراء بالمادق ديال الحم والحمص كرد هاد القسكاس صغير واحد الخمسة ديال الدقائق على من كتشرب هديك المرقة ديال الحم مع الخضراء كنجيبوه احد القسرية او صحن كننصبوه فيه السميدة ديالي او كسكسو كنصب عليه للحم كنستفاد الخضراء وكنسقيه بعض المريقة اللي كتجي تقيلة ورائعة بززاف ونتمنى نتمنى اللي طلبت مني هاد السميدة تكون شافت الفيديو من الاول الاخر وكنتنجح معاها الوصفة وهاد السميدة كتعطيني واحد الكمية اللي كتكون وفيرة بزاف انا صوب جوج ديال القسريات اللي تبارك الله ما شاء الله جو كبار ورائعين بزاف ونتمنى تنا الاعجاب ديالكم الى وصفة اخرى ان شاء الله ونقدموه معاك ويز ديال البن بس حاور راح ونقدموه معاك ويز ديال البن insanlar